السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم العراوي والزراير. وازاي نصبت العروة بالزبط على قد الزرار اللي احنا عاملينه. يعني اي زرار عندنا ازاي نعمل العروة اوتوماتيك على الماكنة. ونزبط لها ايه بالزبط وازاي بنعمل الماكنة بيكون فيها حساس كده بنزله. اه هو ده اللي بيزبط لنا الدنيا. شوفوا هنا في النص انا كنت بنعملها بجرب الغرزة. بازت مني وكنت شعار في ازبطها خالص وجبت فيديوهات كتير قوي علشان اعرف. وبرضو مفيش حد بيوضح الحتة خالص. ملقيتش اي حد زي. ده اللي في ايدي ده هو ده اللي حساس اللي انا رفعته فوق ده. ده اللي انا اكتشفت بقى بعدين ببص كده لقيت في حاجة نزلة جنب الابرة في فيديو من الفيديوهات. ومحدش يوضح للحتة خالص. فقعدت اجرب كده وقلت ايه تمام يمكن ده هو اللي بيزبط الغرزة. المهم انا كنت بحط الزرار. الزرار انا بحطه في المنطقة ديت. ديت اه بنفتح وبنقفل بنحط الزرار وبنقفل عليه. علشان يزبط في الدواسة بتاعت العراوي. بتاعت اه دي بتاعت العراوي. تمام? اه المهم ان اه لا لا الا الله. اهو شايفين الزرار على قد العروة بالزبط. اه احنا بنحطه زي ما انتم شايفين في قلب المكان ده وبنقفل عليه. اه احنا دلوقتي هنعمل اه هنعمل ايه? هنعمل هنا هنصببها واريكو عيارات المكانة بتتضبط ازاي? احنا قول ما بنفتح بطلع لنا الغرزة رقم اتنين ونص وتحت تلاتة ونص. اه حرف الايه اللي نضغط عليه ده? بنختار منه ومش الغرز اللي فوق دول لا دول اللي فوق دول بنضغط عادي من السهمة قول ما بنفتح المكانة. لكن الغرز اللي هي اللي تحت من اول زيرو لحات يعني زيرو لغاية اه التسعة لغاية ومن تحت من اول ايه لغاية زيت. وكمان الاشكال في اشكال بطة اشكال عربية. كزا شكل اللي نشوفينهم تحت دول يعني. واللي تحتهم دول اشكال العراوي بنختار منهم شكل العروة اللي احنا عايزين. بنختار اي شكل بقى احنا حابينه ومن تحت الارقام زي ما احنا عايزين بنطلع بالسهمة وبننزل ضغطنا على حرف الايه تاني بنرجع بقى لخياطة الزجزاج العادية خالص اللي هي الغرز اللي هي فوق دي. عندنا اه انا هختار الشكل اللي هو بتاع النبضات القلب ده. او زجزاج رايح جاي كده. هنجربه ان شاء الله على القماش. على القماش اللي هو القماش ده ده اصلا او بارتكول اطفال كده فنبجرب عليه علشان هو امس اصلا خمت وصعبة. فبنجرب عليه بنشوف الغرزة هتمشي عليه يعني اصلا ولا لا. فانا هنا مشيت اهو انا ما بعملش اي حاجة خالص غير اني بس بقى بيت اغضاء على الدواس. بنحتار الغرزة. اضغط على الدواسة وهي بتتحرك براحية. انا هنا على فكرة بيستغل بالبطئ خالص. احنا بكفر اللي انا على الدواسة. يعني احنا بقى تاك تاكة بسيطة. الدواس بيتحرك. حركة بسيطة. عايزين نسرع بنضغط جامعة على الدواس بغير مفتاح السرعة اللي عندنا اصلا فوق انا زبطها لاخر حاجة. وبحاب لما بحب بقى هدي بقى بطغط بقى على الدواس براحتي كده. زيكة صغنانة كده. يعني لما مقرب لكم حيط الصغيرة شايفين هو من فوق زبطها هوت. وبعدين القماشة تحت لمت شوية صغنانين كده لان القماشة ديت اصلا بتمد خالص. المهم طبعا واصلا مش حد هيترز يعني على قماشة صعبة زي دي بس انا حابلت اجرب عليها علشان نشوف مع بعض ايه الدنيا فيها ايه كده. انا جبت قماشة تانية اللي هي الفوسكوس دي برضو هنجرب عليها كمان تاني برضو. هنختار مع بعض برضو ان هي نفس الشكل برضو بنفطرة علشان نشوف يعني في فرق ولا ايه شايفين القماشة دي بتيجر شوية غير القماشة الاولانية. يا اله الا الله. اذكروا والله كده وصلوا على النبي. وشوفوا بقى انا مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة يعني يعني حطولي لايك كده علشان الدنيا تمشي علشان الفيديوهات تترفع لان يعني كده 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 يعني بقى لي كام ده خلفت في تلات سنين ايه نعم انا عارفة ان انا مش منتظم معاكم في الفيديوهات شوية معلش بس هحاول بس يعني اللايك مش مش بفلوس. اللايك ببلاش. اه اللايك ببلاش وكمان بس اللايك ده اللي هو اللي بفرق معنا جدا جدا ان هو بيخلي الفيديوهات بتاعتنا تتشاف واليوتيوب يقترحه علشان بس يبقى فيه دفعة امل كده ان الواحد يستمر يعني ويعمل اي حاجة تمام? ايه انا اصلا جايبة الماكينة دي كمان علشان يعني عايزة ابدأ عليها مشروع وفي نفس الوقت ان ايه اعمل عليها فيديوهات حلوة وحاجات مفيدة لكم ان شاء الله وليا ايه عموما ان اه هنعمل بقى ما بعد الوقتي الايه استمر علشان انا انسيته والله العظيم او ده شكل العير واللي انا عملته ده انا اخترت شكله من اشكال العراوي على فكرة مش شكل واحد. اوه يالي. احنا هنا بنجرب برضوش اشكال التطور عليها. انا هنا طبقت القماش مرتين. علشان يعني يعمل سمك معنا في القماش يعني يبقى تقل شوية علشان يعملنا التطريس كويس. علشان القماشة الوحيدة كده مفرد مش مجوز بتكون خفيفة شوية على المكان. آآ مواريكم هنا تاني شكل غرص حرف الايه ده اللي هو اللي احنا بنترس بيه بقى بالحروف اللي هي اللي تحت زي ما انا قلت لكم. آآ بنبدأ بقى نطلع بالسهم كده لحد ما نصل للرقم اللي احنا عايزينه او الحرف او الاي رسمة بقى من اللي هي اللي تحت. اخترنا هنا رقم تلاتة يعمل لنا سري. شوفوا معي بقى شكلها هيكون شكله ايه? هي بتبدأ من ون بيعمل ون تو تو سري سري كده يعني. تحدي مايو. شوفوا احنا بس بنسبب بص القماش تحتها من من نفرده وهي بتبخلص بتقف لوحدة. شوف شكلها بقى في الاخر بيكون شكلها ايه هي بتعمل بسرعة الحتة دي بسرعة بس انتوا عارفين لو القماش مسلا قماش سادة بقى واللون اللي عليها هيكون غمق شوية هتكون باين اكتر. ممكن ان شاء الله بقى وضحها لكم تاني برضو في اي فيديو تاني ان شاء الله ووضحها لكم اكتر بس هشوف قماش هتكون لنا فاتح. يعني هنا برب كمان غرزة تانية وهوريكم كل الاشكال في الاخر. آآ لو انتم حابين ان انا كن بتكلم يعني بصور وانا بتكلم احسن ولا لانا اكون بشرح بعدها. حسن ان ما كن بصور آآ وانا بتكلم بيكون افضل يعني اكيد علشان بيكون الكلام ماشي مع مع الصورة شوية. بس للاسف آآ اللي اللي كانوا قاعدين وانا كنتش عارفة اسجل وانا يعني كنت بصور بالعافية كده. باخر بشل الصوت وبسجل صوت تاني. عشان طبعا يا ماما يا ماما انا عايز كده يا ماما مش عارفة ايه كده يعني ازا طبعا انتم عارفين الحاجات دي كلها يا جدعان. ده كمان اللي بياخرنا شوية معلش على الفيديوهات عليكم. معلش بقى عملوا اللايك بقى كده وادعولي ربنا يقويني كده والتزم شوية بمواعد الفيديوهات. لو حد محتاج اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات شوفوا انتم محتاجين ايه بالزبط وهنا هعملو معكم ان شاء الله. انا هنا جيت للغرزة رقم عشرين اللي هو حرف ك. هعملو معكم برضو واريكم شكل ويكون نعمل ازاي. انا جبتوا قماش هلونها فتح شوية. يا رب يكون ان اوضح شوية ليكم عن الفارد يعني. حاولت افتح شوية يعني اجيب حاجة سادة علشان اني بنتبان عليها اكتر.